من الجميلة في هذا المقام أن نتذكر الأجمل في حياتنا وهو أن نتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل أولاً في هذا المحفل الكريم من خلال رسالة أجمل من الأبناء في هذا الوطن لولاة أمرهم فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي وارد الجميع الملك سلمان بن عبد العزيز أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ثم أقدم الشكر الجزيل لمن في هذا الصبح الذين فكروا والذين خططوا والذين حاولوا أن يظهروا لكم ما بوسعهم في إسعاد هذه المجموعة التي نحتفي بها هذا اليوم فما هذا إلا أن أراه إلا لوحة مرسومة من هذه المدارس على وجوه هؤلاء هؤلاء الذين قدموا أو قدموا لهذا المحفل من أولياء الأمور رسالة ثانية أقدمها إلى زملاء داخل هذه المدارس والوقية في المدارس الأخرى في مكتب تعليم الشفاء أو في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أو في مدارس المملكة العربية السعودية نحن وهم مسيرون لهذا العمل التعليمي ندعو الله عز وجل أن نوفق فيه ندعو الله عز وجل أن نكون سبباً لخير مرسوم وخير كثير يقدم لهؤلاء الأبناء بكلمة طيبة، بلفتة طيبة، بدعوة خالصة لله عز وجل فيها مسائل التوفيق والهداية والصلاح والبركة في الجميع ثم بعد ذلك أيضاً رسالة أخرى إلى أولياء الأمور هؤلاء الأبناء ينتقدون إلى مرحلة جديدة وهم في ثوب من الفكر أعلى وفي ثوب من الطموح أجمل لأن المرحلة الأولى هي مرحلة فيها التفكير يتعزم إلى حد كبير أما الآن فهم في مرحلة الاختيار في مرحلة التوجه في مرحلة البناء لما بعد ولما بعد بناء البيت وبناء الأسرة وبناء الوظيفة وبناء وبناء فالله الله بهم واختياراتهم والوقوف معهم والبعد كل البعد في إثارة العواطف أثناء التسجيل حتى في الاختيار للأخسام أو الكليات التي سيقدمون عليها ولهناء وفي هذا ألفت نظر الزملاء الكرام أولياء الأمور أن التسجيل سيفتح بعد إعلان النتائج ولهذا كرماً ورجاءً لا تضغطوا على الأبناء في الاختيارات وإنما تشرح لهم ما الذي يفيد وما الذي يتوافق مع قدراتك والذي يتوافق مع ميولك والذي يتوافق مع إنجازاتك واهتماماتك ثم بعد ذلك تترك لهم الخيار وتدعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد الطريق طويل والبدايات من هنا بعد المرحلة الثانوية الآن انطلقت لأننا كنا بالأمس مع الصغار الذين كنا نحتويهم في الذهاب والعياب ها هم الآن في مرحلة ننتظر منهم لا رد الجميل بل الجميل نفسها أن يقدم منهم لنا ولكم وعنتم أولياء الأمور ترجمة نانسي قنقر